مرحب مرحب يا هلال معكم في وصفة فهمي هنعمل المهاردة وصفة حلوة قوي تنفع لصحور رمضان خلاص على الابواب اهو تنفع ضايت تنفع لمرضة السكر الناس اللي بتبقى نفسها انت اكون ناس للمربة ومش عارفة تاكل ده عبارة عن كوبايتين فراولة الناس بتنم برها عشان تنزل المية بتاعتها وعليها بس رشة سكر يقلي من نص معلقة وعليها ربع كوبايت سكر هنحطها النهار دلوقتي على النار سيبها تغلي عشان قادر تقعد وبعد ما تغلي هرجع لكم تاني ملية المربة معنا هنحطلها نص للمونة بس كده عشان خاطر تقعد معنا بتعمل عسل طبعا لازم نشيل الريم اللي على الوش ده عشان خاطر تبقى معنا زي الجهزة واحلى كمان طبعا لازم نشايلين الغطر بتاع الحالة عشان بالفور خالص اللي عايزة بقى تبقى مهروسة ممكن يجيب الهند بلندر في المرحلة دي ويدروها بس انا بحبها بصراحة تبقى فيها قطع الفراولة كده تبقى حلوة قوي قوي اللي عايزة كريمي يجيب الهند بلندر يا جماعة ويدروها طبعا دي كلها ازواج واحنا لازم نردي جميع الازواج ما تريد خالص بقى تاقط هرجعلوك تانية عشان الفيديو ما تولش عليك طبعا احنا لازم نفضل نقلب فيها نفضل نشيل الريم لازم النار تبقى واطية عشان ما فيش اي حاجة تتلسع مننا لايت ايوش الريم بتاعها كده كده نعرف ان هي قرص جدقة ايه طاقط لازم نفضل نقلب فيها نشوف بقى احنا عايزين نوصل للصنق بتاعها دي ولازمنا خبالنا لها لما هتيجي تدخل التلاجة العسل بتاعها ده هيتقل لما نعمل في المعلقة كده نلاقي العسل لسه ثابت في المعلقة كده يبقى آآ خلاص بدأ الطاقط هنحط لها بقى الفانيليا احنا مش حطين فيها يعتبر عسل كتير عشان تبديها برضو طعم ومازلت الفانيليا كده مع الفراولة بيديها طعم حلو قوي انا هحطها بودر عايزة تحطيها سهيلة براحتك الاتنين بيديهم طعم حلو قوي خمس دقائق بالزبط وهنقفل عليها عنديها تقليبة قرضو تبع تبرد هتشوفو كمية صغيرة قد كده في مسم الفراولة اللي احنا فيه ده طبعا الناس كلها بتحب الفراولة كمان العسل اللي احنا حطينه آآ من موالح فكمان غير ان هي فيها طبعا اوميجا سري وفيها مضادر أبسادة مليانة فيتامينات مع العسل هو فيتامين سي فاحنا كده خلناها آآ بسوايد متكملة هتبرد وعبيها في البرطمان طبعا البرطمان لازي يبقى نظيف معقم آآ وبعد كده هرجعلكوا تاني بردت المربة شوية وغرفناها في البرطمان بس يا جماعة عمل الكمية قد ايه حلوة جدا جدا ومغزية الكبار والصغيرين كلها فيتامينات ما فهاش بقى سكر يعالي نسبة السكر في الدم ولا اي حاجة وبص السمك بتاحها حلوة جدا جدا ومغزية جدا جدا زي ما احنا قلنا كمان عشان خضر العسل احنا حاطينه وفيتامين سي مفيدة جدا جدا وطبعا مرضى السكر لو خدوا منها معلقة يعني هيبقوا اغدين نسبة بسيطة جدا جدا من السكر من جمية السكر او السكر اللي يعلي نسبة السكر في الدم طبعا مفيدة جدا وما يحلموش نفسهم ولا يحسوا ان هم ايه اتحرموا من كل حاجة كل حاجة ممكن لكلها باعتدال عشان خطر نحافظ على الصحة ازنا تمنى يا رب اكون رمضان سعيد عليكم لو عجبت الوصفة متنسينيش في لايك واشتراك ومتنسيش ان انت ادفع علي الجرس عشان يصل كل وصفات الجديدة بتاعتنا سواء معانا في المطبخ او بوصفات طبيعية كل سنة وانتو طيبين وربانا احفظنا يا رب جميعا متنسيش تعملوا مربة وتقولي رأيكو فيها سلام